تعقد على مدار يومين في العاصمة الفرنسية باريس القمة الدولية ومثاق التمويل العالمي الجديد التي تهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي هذه القمة تأتي في وقت يواجه العالم فيه أصعب الظروف منذ عقود في أعقاب أزمة الفيروس كرونا أصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة في جميع الدول العالم أصبح ثلث البلدان النامية وثلث البلدان منخفضت الدخل أكثر عرضة لخطر تفاقم الديون كما ارتفع معدل التضخم بشكل حاد وأدى تجديد السياسة النقدية إلى حدوث تقلبات مالية وتقليل الرغبة في المخاطرة كما توقف لتجاه العالمي نحو الحد من الفقر الذي لوحظ منذ عدة عقود ما أدى إلى اتساع الفجوات الاقتضية على نطاق عالمي والآن أصبح هناك حاجة ماسة إلى إجراء إصلاح ومراجعة شاملة لنظم أدوات التمويل وبناء نظام مالي دولي أكثر استجابة وأكثر عدل وبالتالي المضي قدما بشكل أكثر تضامنا وطموحا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الحياة الكربوني والأهداف المشتركة المتمثلة في حماية التنوع البيولوجية ويشارك في هذه القمة حوالي خمسين رئيس دولة من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جانب رؤساء حكومات وقادة المنظمات الدولية الكبرى وممثل المؤسسات المالية العالمية وممثل القطاع الخاص والمجتمع المدني هذه القمة تأتي استجابة لدعوة الرئيس الفرنسي مانيويل ماكرون مع نهاية قمة مجموعة العشرين جي توانتي في إندونيسيا ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 في مصر وما أصفر عنهما من قرارات لمواجهة عدد من القضايا ولسيما ما يخص تأثير التغير المناخي على الدول النامية والأقل نموا